سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن مناسبة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر مناسبة نستعد فيها بالأكبار أسيرة العطرة للآباء المؤسسين لدولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذين صاغوا تطلعات أبناء دول التعاون وجعلوا من تعدده كيانا سياسيا واحدا تجمعهم بل يجمعهم التاريخ الواحد والهوية والمصير المشترك وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن الجميع ينظر بالإعجاب والتقدير للنهضة الحضرية والحركة التنموية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة مشيدا بسياستها على الصعيدين الخارجي والداخلي وبقيادتها التي تمكنت من تحقيق الازدهار والتنمية في الداخل والإسهام في تعزيز الاقتصاد والأمن والاستقرار في المنطقة وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل بخط واثقة مرحلة التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتي نقلت الدولة إلى مراحل واسعة من التطوير والنماء في مختلف المجالات حتى باتت دولة الإمارات النموذج المثالي والرائد في التنمية مؤكدا في ذات الوقت إلى أن صون الإنجازات التي حققتها الدولة هي نتاج للجهد الوطني بين قيادة الدولة والشعب وتلوحم وإعلاء قيم الاتحاد وترسيخا لثوابته وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تمنياته لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة والشعب بكل التفوق والنجاح وتحقيق المزيد من التقدم والرخاء في مختلف المجالات اشتركوا في القناة